سهلها من جنوب الوطن حيث ينشد سكان قرية حاسي الأحجار النائية بولاية تامن راست السلطات المحلية بذورة توسيع وتحصين نوعية الخدمات الصحية المقدمة في مجال الصحة خاصة في ظل وجود عيادة وحيدة غير كافية ولا تستوعب العداد الغفيرة من الوافدين عليها من مختلف أحياء المنطقة عبدالرزاق حاجي وشاهنة زيزوية بمنطقة عين صالح تقع قرية حاسي الأحجار النائية بها عيادة واحدة تنعدم لأبسط شروط السلام الصحية لا تتوفر على التجهيزات والمعدات اللازمة ولا طبيب ولا ثلاجة لحفظ الأدوية ولا مكيف خاصة وأن المنطقة تشهد حرارة مرتفعة طلبوا من وزير الصحة يشوفين القرية هذه القرية هذه السملة حقه أرى الله لا أرى عندها مدة من اللي حافظة أتقربها 192 العيادة كينة ما كانش لا طبيب ما كانش لا فراملة فهمت يعني ناقصة بزاف عفات أولي ما كانش زيد دول عقرب كمال عقربها تقريب كل يوميا يوم تاتارب كان ربعة خمسة من الناس تلسحهم العقرب عباك أرى عباك خاصنا حواج بزاف عباك خاصنا الطبيب هناك إياه ما كانش طبيب عباك وكاش مرض واحد لا حاجة منك إياه أنا نهوده عباك العين صالح منها روح وش نشو طبيب منك إياه وما نبينا احنا جيبونا طبها هناك إياه ودواء عباك مدير العيادة بالنيابة أكد أن قاعة العلاج تتوفر على ممردين وطبيب إلا أن هذا الأخير يتواجد في عطلة سنوية القاعة حاسي الأحجار فيها ممردين رغم قائمين بالواجب تحم وخلال هذه الأيام التي رأنا فيها الطبيب في عطلة سنوية على هذه الأساس يعني الأمور التمرير ضرعي سيدة أما بالنسبة لنفس القاعة رايح إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة رايح تجير عليها بعض إصلاحات لزمينة جمو إن شاء الله بغا تستطيع القاعة بي تكون في أحسن الضروف إن شاء الله في انتدار تحرك الجهات الرسمية للنظر في الوضع المزرية التي ألت له الإيادة لتحسين قطاع الصحة في الجنوب